طبعاً بتتحط على الوش طيب حضر وبعدين بيتحط معها الفراخ المسلوء تتجذر فعلاً على فكرة يا بويز ها تحكي أزلي صر هي؟ بتعمل غلط والله؟ والله هو اللي بيعمل غلط انت المفروض بقى لو لابسك جوانتي أقعد يا شام عشان الكاميرا ماشي سوري انت المفروض لو لابسك جوانتي يعني البصل ده في الصناية الأول وتحط عليه الملح والفلفل وتمرشي البصل بإيدي كده بإيدي؟ تتبلي البصل كده وبعدين تحط البطاطس وتنطق الصينية كده عشان يشربوا من بعد نحط ملح بقى أيوة ونحط فلفل من بعيد عشان ما يجيش في مناخيرك برضو بس يأس ده مش فلفل أيوة رابو عليك ده مش فلفل؟ الزيادة شوية أنا اقتبرك مش فلف لا يعني ده مش كفاية يعني ماش ماش اسلوب يحب الأكل سبايسي تحب الأكل سبايسي؟ اه مش سبايسي قوي بس ده ولا حاجة اللي حطتي ده أنا واسخت لكم البلاتور شوية معلش لا ولا يهمك ولا يهمك الصلطة الشكلة سنماء ممكن البصل طب بصي كده بص الجمال بقى اه ايه بصي الحلوة اه يا سلام سنية بطاطس ولا لأ الله لايلا بصراحة دي شكلها ما لهاش دعوة باللا أنا بقولها يا رب ما كنش حطيت سكر والله ما لهاش دعوة استنى عشان دي ومسيبه بهزوبة عشان هعايد دلوقت ودوقي ده سكر ده سكر يا لهو القسم اللي لاتخضيت في تكارتانا أحطت سكر وميه لو عادي الأكل بقى مسكر حل هو طبعا أنا بحب كده انت بتحب السويتان ساور ولا لأ اه بس مش فلصناية البطاطس يعني لا يعني مش فضل بس أنا مع اي حاجة السويتان ساور اي حاجة حب لا انا احب اللامون مع اي حاجة والسفايسي مع اي حاجة اه لا اي حاجة سفايسي حب داكل سفايسي وحب اللامون بسم الله الرحمن الرحيم هنحط معاهم شوية توم ده بقى ريحته بتمسك في الاي دا او يعرفت ليه ببقى انا فامسك اللي حاجة باي دي وعارفة ليه ما حطناهاش مفروم ان احنا لما منحطه مفروم طعمه بيطلع قوي وبيخلص عناسة البطاطس طعمها غريب اه فالتوم المتقطع دا يبقى يديله نكهة بسيطة وريحة بسيطة ولو مش حباه في الاخر تنقيه تقى الرجيم الصناية قبل الآن او بس هو بيبقى اتفرم بقى ايو ايو لا يعني لو بصحيح ممكن تطلعيه نايلت ايه ايه ده انها ريسود عليا وعلى اللي كان فيه انا حاول ان انا ادمينا ان انا قدكت سعيدة لا والله استني هتاكلي احلى صلتك قلتها في حياتك ان شاء الله طالح والله العظيم بقيت شبه ايجعلت بس ايجعلت يو ها ثانية واحدة ماشي بسهولة انا عايزة فهم بس انتو دوقتي انت علاقتك ايه بعيلتها وهي علاقتها ايه بعيلتك عشان الفضايح دي حنعرف نسطر عليها ولا لأ ان شاء الله فيه تقول انت يا ليلة ولا اقول انا الاول والله بحب تنت جدا بحب امامته جدا اوي اوي جميلة وطيبة وحمة كيوت كده وهي واختي لسه ما تقبلوش اه بنتكلموا فيستاين بنتكلم فيستاين بس امر برضو وبموت فيك طبعا لانت حمل امر انت عملت اديني في هنتات 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 ما فيه جزر هو يا جدعان احنا قسوين احنا قسوين احنا قسوين احنا فعلا دي غلطتنا احنا عايز اقولك ان انا كملتو ما قصتوش كل يعني احنا عفلت شوية وبعدين زي انت فما كملتوش ما هو ما هو والله انت عمش بسس حواليك على الانجريديم انتو حتنهولي ليه صحيح بدا هو ما جاهزة بالراحة بالراحة انا عايز اسألك سؤال هو ادخل كده الفرن شوية نص ساعة انت عايزة انا بعمل ازاي انصحك نصيح ممكن اسألك انا سؤال اه اول لما اتجاوزتي كنت بتعرفي تطبخي بقى امانة كنت بعرف عشان بساعد امي انا كنت بساعد امي في كل حاجة فكنت شطرة اه اه وابقى ارس كحكو يعني اللي هي بتعملو كنت عارف الامهات زمان بيعملو كل الحاجات بس عمرك ما عملت ليه كوارث اللي هي اللي بسمع انها لمن المتجوزين اللي هو لا لا عمري عمرك انا ملعت في البحث لك ملعت جبت خلاط اه فالخلاط كان معاكو تايب كده فيه وصفات فطلعت من الوصفات دي حاجة اسمها رايز بودنج اللي هو عمز الرز بلبن بس خواجة شوية ايو وعملت شوية كتير فروحت بقى غرفاهم في طبق صغيرة وفي صانية ومش عارف ايو كده خلاص حل فقلت ايه كتير بقى رحت جنادها البواب ودته الصانية قلت له دي مني ليك يا ساعة مش عارف ايه اسمه ايه وانا خالى تاني يومنا احطالع مخبر فتحت هو كان وشه قلت له فيه ايه يا فتح قال لي خضي قلت له ايه قالت دا لي الصانية وفي معلقة بلزروعة زرع بصل في الصانية قلت له ايه دا قل المعلاجة من ساعة ما دخلتها ما خرجت البتاع دا ما بيتحرقش مش عارف انه حلو من حقا دا ايه حقا يعيني ايه وطلع نيلة نيلة يعني بصي بقى عايزة تحط الصانية في الفرن انا كنت مفكرة احطها نص ساعة واعدين اطلعها احط عليها بقى كنت بتفكري انت مش واسقة لسه اسمع بس وبعدين هحط الفراخ وبعدين التمطن بتبقى من على الوش واحط الشربة بقى والسلسة احط مع المية الفراخ وتتقلب واعدين بتحطيها على وشك طيب انا همشي وراك ماشي تفضل انا صح شايف شفتي هودا بتعمله ابدا شفتها بتعمله وشفت تيتامونة بتعمله طيب ماشي احط قد ايه من دا دي مستردة انا معرفة دا ايه بس ايه جنب الحاجات فقلت احط والله العظيم ماشي انا عايز على الليب احط معلقة مثلا احط حبيبا انا بكرى المسترد عمبطت بلاش بتحطش مسترد ليه عشان هي الصلطة عايزة ملت الفلفل و الذايت فلفلية ما ايه ولا اوعى مش عايزة عايز عمي عشان انت تكلية انتي مش عايزك ت انهل انهل دي مش حراق لو دا ملتنا سمجل احط اه لا دا حراق خلينا فدي اه ماشي انا عايزة اولعه من تحت بقى بس ليلة بقى عم ده حركة كيوت قوي بتعملها في الموضوع الاكلة ده والله اه يعني مثلا نبقى في مكان واكل اكلة مثلا تعجبني بليت جديد مثلا في المكان ده اول مرة اكل تقوم ايه خايف قوي تقوم تاني يوم على طول اللي هو انا لسه ملحقتش اجبع لسه واكله مبارح اه خلاص ممكن تستني شوية تقوم عاملالي عاملهولي اه وزي ما يطلع بقى يطلع عشبه تب بيطلع ايه بزمتك بيطلع ايه هوني عملت لك حاجة ما عجبتك لا 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 يعني حتى لما بتعملي حاجة ما بتعجبنيش ما بقولكيش لا لا انت من انت صريح انت بتقولي ايوه بس انت لو هو عجبوا الطبق مبارح وروحتي عاملهوله نيلا النهاردة هو كره الصنف مدى الحياة او لو حتى عامله حلو ببقى لسه واكله مبارح ايوه يعني بس يعني بيزي جاب تصببتي الراجل ده لو تخن وكرش وقعد له بجامعة انا بقولك كده بمطلون بجامعة مخطط ومشمره ولابس ابقاب وفانيلا كط والناظر اللطيفة دي هتعيش معه ازاي يعني هعمله دايت بقى وقعت ايه بس لا هو اللي عمل دايت ولا انت طب هي لو فانشرت هتعمل ايه لا لا مش هفنش بحيش انا بحب ليلة في اي شكل بجد يا ولا لا كذاب ايجابة جير متوقعة بجد انا ممسوطة بس انت بتجد لا والله هيخش النار راكب بسبب يعني ايه لا ثانيا هي ترخم كم كيلو يعني لا اللي هو لا طب لا لا بس ما هي برضو برضو يعني لازم تحافظ على نفسها هو شفتي الكلام اللي هو هو بيزرع حقيقت لا لا خالص انا قصدي عشان شغلها وعشان هي حياتها وصحيتها كده 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 قابل شغلها وقابلي وعشان برضو عشان انا ما بحبش التخن بصراحة عشان ما نجلبش عنها مش قطو طلعين بسكتش بتاعك وكل واحد مركب كرش ايه انا استحملتها المسلسل الجزء التاني كانت بكرش وكت عادي بتعامل معها عادي عنديش ايه مشكلة في المسلسل يا لهوي دي كانت في المسلسل الجزء التاني ده طالعة مجنونة مجنونة بجد زي لما ستات يعني مجنونة في الحقيقة كمان طب استنى عالينا نديها فرصة البنت بتحاول ماشي تعالوا عبالما اتدخل الصينية الفرن نطلع نشوف حاجة عالمصرح ونرجع ايه رأي